ليه دايما الناس بتحس ان جوا غادة عبد الرازق شخصية طيبة وشخصية شريرة؟ لا هو جوا غادة عبد الرازق او مش غادة عبد الرازق بس اي حد فينا فيه الشخصية الطيبة وفيه الشخصية الشريرة الطيبة هو الحمد لله ده اساسي طول عمره الشريرة انا اكتسبتها من الحياة يا ما كانش موجودة فيا اكتسبتها من الحياة الشغل من الناس اللي حوالي من وقعتي من الناس اللي قذتني اكتسبت الشر من هنا زي ما قلت لك خلاص يعني دايما يقولوها مثل خالتي وخالتك وتفرق والخالات وتفرق والخالات زي ماين بقى ما كنتش فرق الخالات تلف تلف وارجع صاحبها تاني فهما تلف تلف وترجع تاني تضربني بالقلم لأ دلوقات زي بس انا ما نقولش دشر برافو علي معلموني حي كويس احفادك علاقتك بيوم عاملة ازاي دايما نشوف صور كده انت لو شفتنا في البيت بقولك هتتحاكي موت زي ما بقولك صوريني كده وانا لا وقاد ايه ايه